تفقد وكيل حضراموت لشون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري إذاعة سيئونة بعد انتقالها لمقرها الجديدة واستمع الوكيل العامري من مدير عامل إذاعة الدار الهدار إلى أبرز الإضافات والتغييرات التي أجرتها الإدارة بتغيير الهوية البصرية العامة للإذاعة والخطط المعدة لتطوير الأداء الإعلامي بالإذاعة على المستوى البرامج والتقنين بما يتوافق مع متطلبات التطور الرغم بالعمل الإعلامي منوها بدعم سلطة المحلية للإذاعة للاستمرار في تقديم رسالتها الإعلامية السامية للمجتمع وفي ذات السياق طلع الوكيل العامري من أعضاء اللجنة الخاصة بالاحتفال بليوبيل الذهب للإذاعة بمناسبة مرور خمسين عام على تأسيسها على مستوى التحضيرات الجارية والإنجاز للتصورات والخطط العامة للفعاليات المصاحبة للاحتفالية ترجمة نانسي قنقر